مرحبا مواليد برش الاسد كيف بدي يكون الاسبوع من التانية 18 ادار للاحد 24 ادار مارس اسبوع كتير 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 مهم لمواليد برش الاسد حضروا حالكن التغييرات رح بتصير لصالحكن فجأة بتقلوا بالدنيا فواني تحتاني لصالحكن السبب هو سبب الرئيسي انه الشمس رح بتصير ببرش الحمل الصديق جدا جدا لالكن وذلك مع بداية فصل الربيع ايبتداء من يوم الاربعة صباحا ومش بس هيك الاربعة رح بيكون الامر ببرش كون ايضا يعني الجو رح بيكون ولا اروع من هيك خلونا نسمع الاحوال الفلكية ونشوف كيف بدي يكون هذا الاسبوع يلي عم بيقلوا بالدنيا لصالحكن انا حكي عن هذا الموضوع ببرش كون الشهري الجزء التاني من الشهر ممتاز رجاء رجعوا اسمعوا برش كون الشهري التانين والتالتة التانين 18 التالتة 19 الامر موجود ببرش السرطان في نقطة ضعيفة بطيقة الايقاع الحياة بطيقة الامور ما بتمشي على زوقكن بتنادوا ما حدا بيرد عليكن بيعملوا حالهم ما سامعينكن بيجاهلوكن يعني ما بيقروكن يمكن كمان مش مش عن قصد يمكن هيك مسائبي ولكن بيشغلكم بيعملكم رجاء نكونوا منتبهين دقوا بيعملكم وطلعوا من بيتكن قبل بوقت او اسألوا واستفهموا ضلكم واعيين التالتة المساء 9 ونص المساء توقيت بيروت الامر بيروح لبرشكن وهون بتتغير كل المعادلات بتصير ولا اروع من هيك والاربع عشرين الشمس بتروح لبرش الحمل بتمام الساعة 15 صباحا توقيت بيروت وهون مش بس ولا اروع من هيك ولا اجمل ولا اروع ولا كل شي يعني دولاب الحظ عم بيبروم عنكن عم بيعطوكن الحظ الحظ بعينوه مش بس الاربع الخميس ايضا الامر ببرشكن ورح بيضل الامر ببرشكن حتى الجمعة عشر الاربع صباحا تصوروا قديش كمية الحظ ونوعية الوقت ولا اروع من هيك ولا اقوى من هيك هالفترة الممتازة يمكن ما رأتو فيها بشهر ديسمبر لكن بجميع الاحوال مع هالمثلث من الشمس لبرشكن القوة انتو بتم الكوة المفتاح معكم مفتاح النجاح انتو اللي بتقرروا شو بتكون تعملوا الامر ببرشكن صفحة جديدة بتطوو صفحة الماضي يلي تعبتو فيه ان كان بيادار اللي ما رأت هلا الايام اللي ما رأيت الاسابيع اللي ما رأيت شهر شباط المتعب الغدار وايضا شهر كانون التاني يناير اذا بداية حظ مع وصول الامر لبرشكن الجمعة بتداء من العشرة الى ربع صباحا وحتى الاحد مساءا 11 الى ثلاث بيصير فيه الامر بيصير فيه بيصير موجود ببرش العذراء في البيت التاني فيه تقدم رائع يمكن حتى بتتحاسبوا على بعض الامور انتو بتحاسبوا غيركن على بعض الاخطاء لو او يمكن بتكرموهم فيه امور جيدة رايحة وجاية بينكن وبين عيالكن بين احباقكن فيه فرحة كتير كبيرة حسب انتو كيف بتكون تمشوا بالموضوع اه فترة انا بعتبرها اه رائعة ما تنزعوها حتى لما الامر بيروح لبرش الميزايا رح بتضلكون من اقوى الاقوية اذا بس نتبهوا تنين والتلاتة وحتى تنين والتلاتة فيه يكونوا حلوين اذا اخدتوا الامور بعين الاعتبار الاكثر حظا 23-24 تموز يوليو وفي عنا ضرورة عند موالي برش الاسدين نتبهوا 25-26 تموز يوليو من معاكسات بلوتو تابعوني مع الابراج اليومي والشهري للمزيد من التفاصيل باي باي